اشتركوا في القناة التعامل مع الحرارة لازم يكون بطريقة آمنة لو لاحظنا الصورة هنلاحظ أن الأم حزينة فما سبب حزن الأم طبعا واضح أن الولد الصغير رايح يلمس المكوية القهربائية وهي ساخنة طبعا هذا تعامل غير آمن مع الحرارة حتى الأكل الموجود على النار احترق هذا أيضا تعامل غير آمن مع الحرارة الحرارة لها أهمية كبيرة في حياتنا فلازم نستفيد منها بالصورة الصحيحة أيضا لازم التعامل مع الحرارة يكون بصورة آمنة فهذا التعامل أو هذه التصرفات كلها تصرفات غير صحيحة هذا تصرف غير صحيح لمس الأشياء الساخنة تصرف غير صحيح أيضا ترك الطعام على النار حتى يحترق تصرف غير صحيح يجب علينا عدم الاقتراب من الأشياء الساخنة هذا الأمر ضروري لا نقترب من الأشياء الساخنة تسبب حرائق تسبب مشاكل كثيرة فيجب علينا عدم الاقتراب من الاشياء الساخنة هذا اول شيء الاشياء الساخنة نبتعد عنها ايضا عدم اللعب بالكبريت وعدم الاقتراب من فرن الغاز كل هذه الاشياء تعتبر ممارسات امنة للتعامل مع مصادر الحرارة حرارة مهمة بس لازم تكون التعامل معها يكون تعامل امن فيجب عدم اللعب بالكبريت ايضا عدم الاقتراب من فرن الغاز يجب استخدام المظلة لحماية الرأس من حرارة الشمس هذا استخدام امن ان انا استخدم المظلة عشان احمي رأسي من حرارة الشمس ايضا عدم الاقتراب من النار والمدفاع لا تقترب من النار او المدفاع في ممارسات امنة وممارسات غير امنة خلينا نربط بين الصورتين طبعا في صورة فيها البنت ايديها محترقة احترقت يدها وفي الصورة الاخرى في مصادر للحرارة فلو ربطنا بين الصورتين من الذي تسبب في احتراق يد البنت اكيد طبعا نار الصدرة من الشمعة فهذا تعامل غير امن لذلك يجب الابتعاد عن اي شيء يصدر نار او حرارة شديدة واضح هنا ايضا في يد محترقة وفي مكواه كهربائية ساخنة فلو ربطنا بين الصورتين هنجد ان المكواه الكهربائية هي التي ادت الى هذا الحريق الموجود في اليد ليه؟ لان الولد هنا اقترب ولمس هذه المكواه الكهربائية فيجب الابتعاد عن اي مصدر من مصادر الحرارة الحرارة عند الاقتراب منها تسبب الحريق في النشاط الاول انا احمي نفسي من الحرارة طبعا احنا عرفنا في البداية ان يجب عدم اللعب بالكبريت هنا الولد يلعب بالكبريت هذا التصرف تصرف خاطئ ايضا عند التعامل مع الاشياء الساخنة لازم يكون عندي كفازات عشان احمي نفسي من الحرارة الصورة الاخيرة في ولد يقترب من المدفئة هذا تصرف تصرف غير صحيح وخاطئ لازم الانسان يتعامل تعامل امن مع هذه الاشياء لان الحرارة تسبب الحريق كيف نحمي نفسنا من الحرارة طبعا نلبس القبعة نشرب كميات كبيرة من الماء ايضا استخدام الكريم الواقي كل هذه الاشياء تحمينا من الحرارة استخدام المضلة لبس القبعة شرب كمية كافية من الماء مطلوب مساعدة صديقه في اختيار ادوات الحماية من حرارة الشمس صديقك طلب منك مساعدة ان انت تختار ادوات الحماية من حرارة الشمس طبعا هاختار المضلة اختار القبعة النظارات الشمسية ايضا كريم الحماية وشرب كميات كبيرة من الماء باستخدام بعض الادوات البسيطة هنصمم مضلة شمسية ونرسمها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باستخدام هذه الادوات البسيطة استطعنا تصميم مضلة شمسية يجب عدم الاقتراب من المكوية القهربائية طبعا بتكون ساخنة فلازم الانسان يبتعد عن اي شيء ساخن عند الامساك بوعاء الطبخ لازم استخدم قطعة من القماش تستخدم قطعة من القماش كحماية من الحرارة هنصدر حكم على السلوكيات المختلفة التالية طبعا واضح ان هذا الطفل الصغير بيفتح الصنبور بكميات كبيرة فهذا التصرف تصرف خاطئ هذا اسراف في استخدام الماء تصرف خاطئ طبعا هو طفل صغير بس لازم الكبير ينصحه لازم يعلمه الصح فهذا التصرف تصرف خاطئ هنا ايضا الطفل الصغير فيه شيء ساخن على الطاولة وهو يسحب الشيء الى اسفل طبعا هذا الشيء خطر فهو تصرف غير صحيح نطلوب تكملة الكلمات التالية للحصول على كلمة فيه اربع صور هنحاول نربط ما بين الاربع صور عشان نوصل للكلمة والاحرف ونكون كلمة صحيحة نار شمعة شمس متفقة النار تصدر حرارة الشمعة يصدر عنها حرارة الشمس تصدر حرارة المتفقة يصدر عنها حرارة اذا فالكلمة المشترقة بينهم هي كلمة حرارة نعمل هذه الكلمة بالاحرف الناقصة كلمة حرارة فيه صور اخرى نار مع الاقتراب منها يسبب حريق فواضح ان الاربع صور يربط بينهم كلمة تسمى حريق فالحرارة تسبب حريق الحرارة قد ينتج عنها الحريق عند الاستخدام غير الامن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة